بيا ترى أعمل فيه إيه؟ أضع فروسه في الجامع ولا أعمل إيه؟ طبعا المفروض أن حضرتك ما تبعهوش المفروض أن حضرتك تحتفظ بيه وتعرّفيه يعني النهار ده أنا لقيته في السوق جنب البقال الفلان هكتب ورقة صغيرة كده وأقول وجدت قطعة من ذهب وحط فيها رقم تليفوني وحطها جنب الرجل البقال ولما حد يتصل بي أقوم أقوله طب هو وصفه إيه؟ فجاء واحد قالي ده خاتم وصفه كت وكت وكت أقبله والدهور لا أنا عملت التعريف ده بالشكل المناسب وبالحجم المناسب للشيء اللي أنا التقطه وما جاليش حد فأفضل معرفه لمدة سنة طب بعد سنة يجوز أن أنا أتموله يعني أخده أنا أو أتصدق بثمنه لصالح صاحبه بشرط أنه لو ظهر صاحبه في أي وقت أردله ثمنه أو قيمته أو ظهر صاحبه في أي وقت وأقرني على ما فعلته من التصدق فبها ونعمة وإلا أرده له